موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أعظم كلام هو القرآن أنزل على أعظم رسول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم شهر هو رمضان في أعظم ليلة هي ليلة القدر لأعظم أمة هي أمة الإسلام إن أمة أكرمها الله عز وجل بكل هذا التكريم ينبغي عليها أن تشكر هذه النعمة المتوالية لكي تكون أهلا للزيادة وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد يقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لقد عظم الله تعالى شأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها فقال ليلة القدر خير من ألف شهر ولكن انتبه معي إلى هذه النقطة الدقيقة فلقد بارك الله عز وجل ليلة القدر قبل إنزال القرآن فيها فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة فالبركة ثابتة الليلة قبل نزول القرآن فيها ذلك لكي يكون الزمان مناسبا لإنزال كلام لو نزل على جبن لرأيته خاشعا متصدعا فانظر إلى شرف القرآن كيف شرف الله له ليلة لينزله فيها فازدادت تلك الليلة شرفا على شرفها بنزول القرآن فيها فصارت خيرا من ألف شهر فما بالكم بقلب نزل فيه القرآن وما رأيكم بمن جعل القرآن إمامه وهاديه إلى صراط الله المستقيم يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يقول داود بن أبي هند قلت للشعبي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل القرآن في سائر السنة؟ قال بلى ولكن جبريل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أنزله الله عليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء ومن نظر في الأحاديث الصحيحة وغيرها علم أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة حتى إنه كان ينزل خمس آيات وعشر آيات وأكثر أو أقل وقيل إن معنى قول الله أنزل فيه أن تعظيم هذا الشهر وبيان مكانته هو الذي نزل في القرآن يعني الهاء من فيه يكون عائدا إلى شهر رمضان وقيل معنى فيه أي في إيجاب صومه على الناس فإن الله عز وجل أنزل القرآن فيه فكان نزول هذه النعمة في شهر رمضان مقتضيا لصوم هذا الشهر هدى للناس في هذا الموضع قال الله عز وجل هدى للناس بينما نجد افتتاح سورة البقرة نفسها يقول الله عز وجل فيها هدى للمتقين فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس وأن من لا يكون متقيا كأنه ليس بإنسان أو أن الله تعالى ذكر المتقين ممتدحا لهم وليبين لهم أنهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا بهذا القرآن وأن هذا القرآن الذي أنزل ليكون هداية للبر والفاجر والمؤمن والكافر لم يهتد به إلا المتقون لترجع النتيجة نفسها وهي أن المراد بالناس هم المتقون فيكون كما يقول الأصوليون من العام الذي أريد به الخصوص جعلني الله وإياكم من المتقين حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات هكذا روا هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه يقول الإمام النووي قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم وهذا من أجمل صور ضرب الأمثال ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره ويوصل إلى النار بالشهوات وكذلك فإنهما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات لأن هذا صعب على النفوس والمواضبة على العبادات والصبر على مشاقها وكضم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيئي والصبر عن الشهوات ونحو ذلك وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذا لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو أن يقسي القلب أو أن يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء الشديد بتحصيل الدنيا والشريعة لم تتركنا ضائعين بل أسعفتنا بعلاج الصيام جنة من النار الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها بالغيبة الجنة بضم الجيم الوقاية والستر قال ابن العربي إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث والرفث الكلام الفاحش ولا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحوها ولا يجادل بحق أو بباطل لأن الجدال سبب لتغير النفوس وما أجمل استدراك القرطبي هنا حيث قال لا يفهم من هذا أن ذلك يباح في غير الصوم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا لا تفهم أن هذا فقط في الصوم وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم فإذا ما حصل مع إنسان منا شيء من ذلك فليقل إني صائم إني صائم وقد اختلف أهل العلم هل يخاطب الصائم بهذه العبارة الشاتمة يعني هل هو يقول له إني صائم إني صائم أو يقولها الصائم في نفسه قال النووي كل منهما حسن فيقولها بقلبه ليكف نفسه وبلسانه ليكف خصمه يقول الإمام الروياني إن كان صوم رمضان فيقولها بلسانه لكونه بعيدا عن الرياء أما إن لم يكن في صوم رمضان بل كان في صوم نفل فيقولها في نفسه لأن غير رمضان يدخله الرياء نعوذ بالله فأراد أن يقطع علينا داعية الرياء فقال لنا قولوا ذلك بقلوبكم في صوم النفل وقولوه بلسانكم في صوم رمضان وإن مما يقوي الشهوات وينميها الإكثار من الطعام والإصراف فيه يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وفي السنة النبوية من الحث على الاعتدال في الطعام وذن الإصراف الشيء الكثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعا رواه البخاري ومسلم يقول النووي عند تعرضه لشرح هذا الحديث قال العلماء ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال وكثرة الأكل بضده وأما قول ابن عمر في المسكين الذي أكل عنده كثيرا لا يدخل هذا علي فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار في أفعالهم من الشره ونحوه ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة ولأن القدر الذي يأكله هذا يمكن أن تسد به خلة جماعة يعني جوع جماعة وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت نفسه تعاف ذلك الطعام كان يتركه من غير تحريم كما حصل في حادثة الضب وما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور يعني الإبل وأكل الضأن يعني الغنم وأكل الدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش وأكل الأرنب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلف بل كان هديه أكل ما يتيسر فإن أعوزه يعني لم يجد صبر حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يربط على بطنه الحجر من الجوع بل ثبت أنه كانت تمر على بيته صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهلة ولا توقد في بيته نار وإن للاعتدال في الطعام وعدم الإسراف فيه فوائد منها صفاء القلب وإيقاد القريحة وإن فاذ البصيرة فإن الشبع يورث البلادة ويعمل قلب ولهذا جاء في الحكمة من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه كذلك فإن الذي يجوع لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء فإن الشبعان ينسى الجائع وينسى الجوع نفسه والعبد الفطن لا يجد بلاء غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة وإن من أكبر فوائد الجوع كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فإن من شأ المعاصي كلها الشهوات والشهوات لا تأتي إلا من القوة والقوة تأتي لها محالة من الطعام قال ذنون ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية كذلك من فوائد الجوع دفع النوم ودوام السهر فإن من شبع كثيرا شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه وفي كثرة النوم ضياع العمر وبلادة الطبع وقسوة القلب والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثيره ينقص العمر لأن من نام ثماني ساعات من يومه نام ثلث عمره العمر أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع أكمل ما تركته في لقائنا الماضي عند حديثي عن حياة الكرام السابقين فيما يتعلق بالإقلال من الطعام والاقتصاد فيه قدر الإمكان فعن إبراهيم بن أدهم قال من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة فبالاقتصاد في المأكل والمشرب تكف النفوس عن كثير من شهواتها يقول حسن بن يحيى الخشني من أراد أن يغزر دمعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه والشافعي رضي الله عنه يقول ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا شبعة أطرحها لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطن ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بها نفوسهم إلى الدنيا في فقرة الأسألة والأجوبة أريد أن أذكركم أننا في اللقاء الماضي كنا قد تكلمنا عن حكم من قاء متعمدا واليوم نتكلم عن حكم من استقاء عامدا هل يبطل صومه أم لا لأننا نعرف أن الصائم يفطر إذا دخل جوفه طعام عمدا فهل يفطر إذا أخرج الطعام من جوفه متعمدا وجواب هذا الاستقاء أولا هي استخراج ما في الجوف عمدا أو هي تكلف القي وهي مفسدة للصوم موجبة للقضاء عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة مع أنهم قد اختلفوا هل في ذلك الكفارة أو لا وذلك لحديث مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى سائل آخر يسأل فيقول رجل يخرج من لثته دم فهل يفطر إذا ابتلعه فنقول إذا دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم ولكنه لم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية أما إذا كان الدم غالبا على الريق فينظر فالحنفية حتى في هذا قالوا لا يفطر قالوا لأنه لا يمكن الاحتراز منه فصار بمنزلة ما بين أسنانه من قليل الطعام أو ما يبقى من أثر المضمضة من الماء أما لو وصل إلى جوفه فإن كان الدم غالبا فسد صومه وعليه القضاء ولا كفار أما إذا غلب البصاق فلا شيء عليه وإن تساويا فالقياس عند الحنفية أن يفسد الصوم ولكنهم قالوا في ذلك كلفة عليه لذلك لم يفسد صومه إن تساويا طيب من ترطبت شفتاه عند الكلام فابتلع الرطوبة التي على شفتيه هذا لا يفسد صومه وهذا ما ذهب إليه الحنفية أيضا ومثهب الشافعية والحنابلة في مثل هذا الإفطار بابتلاع الريق المختلط بالدم قالوا لتغير الريق والدم نجس لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئا نجسا لا يفطر عند الشافعية والحنابلة إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه النجاسة وسائل آخر يسأل فيقول هل يفطر الإنسان إذا ابتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام؟ فنقول ابتلاع ما بين الأسنان إذا كان قليلا لا يفسد الصوم ولا يفطر الصائم به لأنه تبع للريق لا يمكن الاحتراز عنه بخلاف الكثير من الطعام لأنه يبقى بين الأسنان والاحتراز عنه ممكن طيب ما هو القليل وما هو الكثير من الطعام؟ القليل ما كان دون الحمصة ولو كان قدرها أفطر يعني إذا كان بمقدار الحمصة يفطر لأن الحمصة يشعرها الإنسان في فمه فيمكن الاحتراز عنها وشرط الشافعية والحنابلة لعدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين قالوا أولا أن لا يقصد ابتلاعه والثاني أن يعجز عن تمييزه وأن يعجز عن مجه وإخراجه لأنه حينئذ يكون معذورا غير مفرط فأما إذا قدر على التمييز أو على المجي ولو كان دون الحمصة قالوا يفطر لأنه لا مشقة عليه في أن يلفظه ويخرجه من فمه سائل آخر يقول أنا عامل بناء ويدخل الغبار إلى ثمي بغير قصد مني فهل أفطر؟ والجواب إذا دخل ثم الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه بغير تدخل من الصائم ولو كان الصائم ذاكرا لصومه هو عارف بأنه صائم لم يفطر بهذا بالاتفاق لعدم قدرته على الامتناع عن مثل هذه الأشياء لأن هذه تؤخذ مع النفس غالبا ولا يمكن الاحتراز منها وكذلك إذا دخل الدمع بكى بكاء شديدا فدخل الدمع حلقه وكان قليلا قطر أو قطرتين لا يفسد الصوم بالقطرة والقطرتين لأن التحرز عنهما مع البكاء الشديد غير ممكن أما إذا كان الدمع الذي دخل فمه كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه مع شعوره بالملوحة حينئذ نقول له إن صومك هذا قد فسد وإلى هذا نأتي إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر